السلام عليكم يا دا كاترة يا رب تكونوا بخير يا ربوا بافضل حال معاكم زملتكم امينا البورامي ان شاء الله هنرجع مع بعض من حضرة الكونتراسيبشن كونتراسيبشن يعني الفيميل راحها للدكتور تقوله انا عايزة ايه وسيلة امنع بها الحمل اللي سابه مما بقى سواء متجاوزة جديدة ومش فاضية وراء مثلا دكتوراه وماجستير والكلام ده كله يا اما واحدة كبيرة وخلاص اكتفت باللي عندها يعني مخليفها اربعة خمسة تات اربعة مكتفيع باللي عندها طيب يعني بتاعنا دلوقتي بنقول ايه اللي هو البرفينت البريجنانسي الحمل بقراطي انا معايا كام طريقة معايا ستة طرق المتعرف عليهم من تدى سنوي انا وانت وانتي اللي هما اخر تلاتة دولة اللي هو اللوالب ستة تركب لوالب الستة تاخد برشام اللي هو حبوب من الحمل اللي هو الهرمون الميسود يقيم التعقيم الجراحي ان انا بتدخل بقى في الفاصد فرانس هقطعه اقفله اصده مش عارفة الفالوبيان طيوب وهكذا الجديد معنا بقى التلاتة دولة والاهم التلاتة لتحت تمام التلاتة لتحت دولة يعني واخديني من مين بلك مش التلاتة اما اتنين اللي هو الربع والخامس اللي هو الوالب والهرمون الميسود اول تلاتة دولة تسألين وهيتفهموا بسرعة ان شاء الله فالفي السيروجيكا الميسود يعني انا بمنع الحمل بطريقة في السيروجية من غير ما اتدخل من بره لاي حاجة ودي افضل ودي افضل حل بالنسبة لاي واحدة طبعا البريير ميسود ان انا يعني ايه بريير يعني مانع مانع ايه مانع ان تخش الفجينة تمام او الفيميل الجينتالية عموما الكيميكا الميسود برضو اه في مادة كيميائية بتتحط في الفجينة بتاعت الفيميل بتقتلي بتقتلي تمام واول تلاتة زي ما اتفقنا صغيرين وهو بس الكلام اللي هيتاخد في افراكا مرمى وخمسة طيب نبتدي كده باسم الله اول اول طريقة اللي هيا في السيروجيكا الميسود ازاي اه ما احملش اه من غير ما اخد اي وسيلة من بره تلات حاجات تلات تلات طرق قال لي اول حاجة الايه اللاكتيشن ان انا فترة الحم فترة الرضاعة فترة الرضاعة اقدر فيها أصدمها كوسيلة ان انا محملش اه والانتركورس عادي تمام او ماشي تاني حاجة يبقى الاول حاجة اه تاني حاجة حاجة اسمها السيف بريود ايه السيف بريود دي في فترة في عمر الفيميل ممكن يحصل فيها انتركورس من غير ما يحصل تمام تالت اه تالت حاجة اسمها الايه الكويتس انترابتس ايه الكويتس انترابتس دي اتحناخدها لما ننجلة تمام حاجة خاصة بالمال يعني طيب يبقى ثلاث حاجات فيسيولوجية باتتبعهم اتنين عند الفيميل واحدة عند المال اول حاجة فترة الرضاعة قبل لما اشوف اول سطرين دولة نروح للميكانيزم ايه فترة الرضاعة دي بيختصار فترة الرضاعة اني هيرموني البيكتر البرولاكتن البرولاكتن ده كان بيعمل ايه انتي 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 اف اس اتش وانتي ال اتش طيب لما هو انتي على الاف اس اتش معنى كده ان هو يعمل لي اوفيوليشن لا يبقى انا كده عملت ايه قللت الاوفيوليشن او منعته خالص منعت مين التبويض طيب لما امنع التبويض فيه بوايدة كده تخرج وتخصب لا طيب قال لي الدنيا سهلة كده مش سهلة طبعا ازاي بقى استخدمها وتديني او افكاسي كويسة ان انا لازم ان يكون ايه وانا بردع يكون يعني ايه يعني بردع بانتظام يعني بردع بانتظام ان انا لما سألقى لسيدنا محمد اردع كل يوم من ست لثمت مرات من ست لثمت مرات تمام وكل مرة ما تقلش عن عشر دقايق وطول الليل ببقى ناعمة مثلا الطفل ببناي ما ردعوش لا لازم ان تردعي يعني شفت الريجولار دي وصلت لأيه اننا اردع ست لثمان مرات في اليوم كل مرة ما تقلش عن عشر دقايق واصحة في نص الليل اردع البيبي تمام اقلي لما انت بيتردع بشكل ريجولار ده بيروح ينهبت الجونادوتروبن هرموت اللي هو الاس اتش والاف اس اتش والالاتش فلما اقل الاف اس اتش بالتالي ما فيش اوفيوليشن فيحصل حاجة اسمها امينورية فترة كده معينة اكيد ساكندري عشان هي ويلدت تمام تمام انكريز البرولاكتين هيديكريز الاف اس اتش اللي هو الانتي اف اس اتش يعني فيخسرت خلاصة الكلام معلش عشان بس الوقت نومه كده فخلاصت الكلام ايه ان البرولاكتين لما يزيد هيقلل الاف اس اتش فيقلل الافيوليشن فيعمل الامينورية ما فيش اوفيوليشن فبالتالي ما فيش حمل طيب ايه اول سطرين هنتانينا ماشيين كده في كل وسيلة هناخدها حاجة اسمها الفيليار ريت يعني فيليار ليت ريت هو انا بعمل ايد الوقتي بمنع البريجنانسي تمام بقرطي يعني انا مش هايز احمل فالوسيلة اللي بنتابعها دي بيعملوا احصائية كده يعني كل سنة باخد مية ست وحسب كم واحدة حملت منه فلاقينا من خمسة لعشرين واحدة حملت لكل مية ست في السنة تمام الفيليار ريت تاني بشوف كم واحدة حملت في كل مية ست في خلال السنة تمام في الوسيلة اللي انا باتتبعها دي ادي مين ادي اللاكتيشن انا اول واحدة في الفيسيولوجي اللاكتيشن نروح لتاني واحدة السيف بريود ايه السيف بريود دي باختصار السيف بريود ده هي اللي هي الفترة الفترة اللي ممكن يحصل فيها انتر كورس من غير ما يحصل التقاء للسبرم والاوفم يعني ايه هو الاوفيوليشن بيحصل في اليوم اللي 14 وليكن ان الدورة اصلا 28 فانا قبل اللي 14 وبعد اللي 14 الفترة اللي هي حوالين ما اعملش فيها ايه انتر كورس عشان ما يحصلش للاوفم طيب الموضوع بسهولة كده انا اقدر بسهولة اقدر اقولي ان الدورة بتاعتي منتظمة بتيجي كل شهر في اليوم الاربعتشر كل شهر بتيجي يا ربي كل شهر بتيجي في اليوم الثمانية وعشرين مثلا لا مفيش واحدة دورة منتظمة باليوم يعني حتى لو في اه برضو ما بيحسبوهاش كده اه انا كنت انفقرة كده لكن بيحسبوها ازاي بقى اه بص اه الدورة مسلا هنحسب ايه هناخد من ستة لتناشر سايكل يعني ايه انا نعتبرها ستة يعني ايه هناخد ستة شهور ستة شهور الدورة بتيجي فيها اه يوم ايه اول شهر بتيجي يوم مسلا 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 اه نعملها ايه وليكن ستاشر ماشي تاني مرة جات اه عشرين اه تالت مرة جات اه اتنين وعشرين وبعدين خمسة وعشرين وبعدين اه خمسة يوم خمسة وثلاثين دي بيعدها شوي تلاتين وبعدين خمسة وثلاثين يبقى انا بحسب ايه بحسب الدورة بتاعت بتاعت الفيميل دي ماشيها ستة شهور اخبارها ايه بتيجي في اليوم الكام بعلم عادي فورا وقلم كده فاول شهر فاول شهر جات كذا 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 ماشي ايه بقى ايه بحسب ايه اكبر اكبر يوم הד day و tempo يعني ايه بحسب اول الفترة период يعني ايه من يوم كذا اليوم كذا اليوم كذا اليوم كذا ده اله هو اليوم الاولاني او الاخر يوم دي الفترة اللي مسموحلي احسن اعمل فيها انتر كورس واي اااا سوايني دي الفترة اللي ماίνفعش اعمل فيها انتر كورس اللي احنا بنسميها الا ايه الفرتليتي بيريود يعني ايه فترة الخصووبة انت لو في سبر اكيد في بويدة هتطلع وهيحصل و انا مش عاوزة كده. طب احسب الفترة دي ازاي? عشان هتجنب فيها الانتر كورس. قلي بتجيبي اقل اهم. ثانية واحدة. تانية يا شباب كده انا عايزة احسب البيريود اللي بنسميها فرتلتي بريود اللي ماينفعش اعمل فيها انتر كورس. هحسبها ازاي? بحسب اول يوم واحسب اخر يوم. يعني بحسب ايه? حاجة اسمها الفيرست دي. وبحسب حاجة اسمها اللاست دي. طب الفيرست دي واللاست دي عشان اخدت البيريود دي احسبها ازاي? قال لي ان الفيرست دي بنحسبها ان اقصر بريود اللي هي الستة عشر ناقص العشرين اقصر بريود اقصر يوم جات لي فعل بريود اللي هي الستة عشر ناقص عشرين طيب واللص دي اطول بريود ناقص عشرة اطول بريود جات لي كام خمسة وتلاتين يوم الخمسة وتلاتين ناقص كام ناقص العشر طيب عشرين ناقص ستة عشر هنا اربعة في اليوم الرابعة خمسة وتلاتين ناقص عشرة كام خمسة وعشرين فاليوم من اليوم الرابعة اليوم الخمسة وعشرين مثلا دي ما ينفعش ما ينفعش يحصل فيها انتر كورس هتقول الفترة كبيرة عشان اصلا عاملة ايه ارقام خزعبالية فالارقام ما بتبقاش كده اصلا يعني الدورة عند اي ستة ما ببقاش الفرق الرهيب ده بين كل شهر وشهر تمام فهي الفكرة في كده الفكرة انا بحسب الفترة دي وتجنبها ليه عشان دي بتيبقى اسمها الفترة اللي هي ايه اللي بحصل فيها اخصاب على طول فبحسبها ازاي اول يوم اللي هو بجيب اقصر دورة واطرح منها عشرين وبعد كده اخر يوم اه من البيريود بجيب اطول بريود اطول مرة اطول مرة جات لي فعل البيريود اه واطرح منها كام عشرة تمام والفترة ما بين كذا وكذا ما بين اول يوم والاخر يوم دي ما ينفعش يحصل فيها انتر كورس قال لي ان ما بعمل العملية دي او الوسيلة دي من اتنين لعشرين لكل مية ست في السنة بيحمروا تمام الميكانيزم احنا انا بنعمل ايه ايه الفيرتايل تايم ايه الفيرتايل تايم ديت اللي احنا حسبناها سوى اه ماشي بنحسبها ازاي بقى ازاي اول طريقة اللي احنا لسه بالتابعة دي بنحسب ستة مرات لازم ان تكون بتيجي كل شهر اه بنحسب بعد كده وبعد كده ايه تمام اول يعني ايه اا اا اقصر فترة جت فيها وبعدين اطرح منها كام عشرين اللي هو الفيرتايل دي وبعد كده اللاست دي بحسب بجيب اللاوما ستة محمد اللاست دي بنجيب ايه اطول دورة جت لي وبنقص منها عشر هنا افترض ان الدورة بتيجي كل شهر تمانية وعشرين بنفترض ان الدورة بتيجي كل شهر عند التمانية وعشرين خلاص يبقى الا اقصر دورة هي تمانية وعشرين واطول دورة هي تمانية وعشرين طب فالفيرست دي بطرح العشرين بتاعتي واللاست دي بطرح العشر بتوعي والفترة دي بتجنبها تمام اللي عشان كده من التمانية للتمنتاشر ما ينفعش يحصل في يوم انتر كورس طب اول حاجة تيكت طريقة النتيجة اللي هي الكلندر الكالندر تمام تاني طريقة عشان نحسب بيها او اللي هي ان انا بجيب ترمومتره كل يوم الصبح قبل ما اعمل اي حاجة بحط الترمومتر حوالي من اثنين لتلاتة من اثنين لتلاتة من اثنين لتلاتة منت تمام تلات دقية كده كل يوم في بقي تمام تمام وبعدين اعلم بقى اليوم الكزا درجة الحرارة فيه ارتفعت عند اه ارتفعت فيه نص درجة تمام فاليوم الكزا ده هو ده اليوم اللي حصل فيه فالفترة اللي حوالين دي اتجنب بس كده فهو ايه ان هو بيقول لك اللي بتاع اللي هو بعد يعني في السكن ضهوف تمام امتا 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 ان هي لحد تلات ايام بعد اه بعد اما يعني زود لدرجة الحرارة نص درجة من اول ما زادت لحد بعدها بتلات ايام اتجنب اتجنب في الوقت ده تمام تالت طريقة بقى وانا انا باخد عينة من وبعدين اشوفها هي المفروض انه يحصل امتا في النص الاولاني ولا النص التاني هو ينفع في الاتنين بس ان انا اتجنب فترة الايه الوفيوليشن فبعرف ازاي ان هو بتاع الوفيوليشن ان الميوكس فيه بيبقى بندند كتير وواضح اللي هو بيبقى الاستروجين بيبقى عالفي اللي هو في النص الاولاني قبل بشوي مسموح امتا في يعني ايه في ان الميوكس فيكن قليل تمام يعني اول ما يعني بعد اما تنزل على هقول لها بعدها على طول عادي يشتغل عادي تمام يعني بقولك ايه وهكذا بقى يعني تنزل بعد اشتغل اللي هو بقى في ايه الكويتس يشتغل تمام تمام اخر طريقة بيقولك ان انت ممكن هي تجميع يعني اللي هو اللي هي اللي بتتبع مع نفسها اخر حاجة بيقولك انت ممكن تشتغل باتنين اللي هي مسلا الكالندر مع مسلا تمام تالت حاجة من الفيسيولوجيا ما احنا الوقت ماشيين في ايه في الفيسيولوجيا اول حاجة كانت الرضاعة اللي هي تانية حاجة دي تالت حاجة معنا الكويتس انترابتس دي هو حاجة فيسيولوجيا وقدر بها امنع هي باختصار الميكانيزم ان بتاع الميل بخلهوش يخش يعني ايه يعني بخلي الراجل يعمل بعيد عن الفيسيولوجيا بس هو ده فعلا بيعمل قال لا ليه العيوب بتاعته ان بيقولك موش في نفسهم او او عملوا او عملوا فعلا بس اتبقى شوية سيمين مثلا اتبقى شوية ايجاكيريت ونزلوا فين في الجينيتاليا اثناء بينه بين الفيميل فايه فالبريقش اللي هو عمل اصلا بر الاكسترنال جينيتاليا بيبقى هاي او ريتش من فاقل اقل كمية من الايجاكيريت لو دخلت الاكسترنال جينيتاليا بتاع الفيميل الفجينا يعني لو دخل الفجينا اقل شوية سيمين هيحصل على طول تمام يبقى دي عيوب مين دي عيوب و من عشر للعشرين ماشي يبقى دلوقتي ديت مين دي احنا بنتكلم في ايه قال لي هو عمل بر الاكسترنال عادي بره بس مش يعني مش موصوق فيه ليه عشان مش كل الرجال عندهم ولو فعلا عمل بيتبقى شوية سيمين وبيبقوا شوية سيمين دوت بيبقوا مليانين يعني فيهم مليانين يعني يقدروا يخصبولي بويدة عادي طب من دي من العيوب تاني ايه بي اللهم مسلا محمد بيجيب لي ايه ابسط ابسط يعني اللي هو و و ان لما بيعمل برا ده بيقلل من مش عارف اجابها لكم ازاي يعني بيقلل من الديزاير مثلا بيقلل من البليجر اللي بيحصل للميل بعدها يعني العملية ديات ممكن تسببلي بين في الفيميل وعلى مدار الايام بقى لو هو مستمر في العملية دي كل شوهر مش عايزيني يخليفهم متابعين البسيلة دي بيتعمل لحاجة اسمها اللي هو بين رهيب طب ايه مميزات اللي هو اللي بيعملها مش مكلفة ودايما موجودة الميل طالما معها دايما موجودة نونة اي ودي اهم حاجة بقى ان انا مبقاش ايه اه احط اي جوه جسم الفيميل يبقى انا دلوقتي خلصت اول اه اول حاجة هنخش بعد كده الايه للبريير ميزوز دي لذيذة في ايه انه موجود للميل والفي ميل ايه الفكرة ان انا بمنع تخش الفاجاين اول حاجة في الميل وكل كل القندم كل القندم كل القندم ايه ميزوز طيب زي ما احنا شايفين ده القندم بتاع الميل تمام الواقي الزكري بتاع الميل وده بتاع هو اصلا المفروض انه مش مش باية دي ات حاجة اسمها الرم بتضغط بتحط هو ده زي كيس كده بتحط على البينس ومن وراء الرم دي بتضغط على البينس من وراء تمام وهنعرف لها امية دلوقتي اه والجزء الاولين ده اللي هو التب ده اللي بتجمع فيه السيمن جاكوريت تمام فما بيخشش الفاجينا خالص فالميل قليل من تلاتة الخمستاشر بقى قال ان هو طوله من خمستاشر لخمسة وعشرين سنتي يعني فيه فيه تمام اللي هو لحسب بقى الطول يعني تمام الشيس اللي عليه بتناسب بتتحط بيقول لك اللاتيكس سواني اللاتيكس الشيس ديت بتتحط على تمام بتبقى ان هي بتجمع السيمن متخلوش يخش الفاجينا الكلر الوان كتير زي ما تحب يعني تحط القاندم وتضغط عليه من عند الرمي من ور تمام عشان تقفيد ان هو يقع وبالتالي ما يخشش الفاجينا تمام وعايز تستخدم القاندم وفعلا ما تحملش الفيميل استخدم ايه قديش ايه اللي هو الطريق التالت الطريق التالت من اللي هو كان ايه كان اللي هو احنا بنسميه هنا بنحط مادة في الفجينة بتاع الفيميل تقتل هناخدها كمان شوية طب احنا دلوقتي في ايه في الميل قاندم ايه ايه مميزاته نور خيص انه هو حاجة بسيطة مش مستهل يعني يعني ايه بشجع مش كل حاجة على الفيميل مش كل حاجة اروح للفيميل اقول لها اخدي راس اخدي اخدي لولا يعملي لولب مسلا لأ بشجع الميل معي انه هو يشارك في عملية الكونتراسبشن ده لو هو عايز فعلا ما يخلفش ايه الميزة تانية بتاعة القاندم يعني ايه يعني لو هو عنده مرض على مثلا هو عنده مرض جوة جسمه في وطيفر بقى وهيخش الفيميل فهو الواقع الذاكر ده بيمنع ايه بيمنع يا ربي يعني ان هو عادي نستخدمه في كل الحالات ما عادة حالة واحدة ان هي يكون عندها للاتيكس ده تمام وفي نفس الوقت مش محتاج ان انا اروح للدكتور عشان اركبه مش محتاج ميديكال سوبر فيجن ايه بقى عيوب القاندم ايه بقى عيوب القاندم ان هو بيقلل بحيس ان هو بيقلل الكونتاكت بين الميل والفيميل الربشر ممكن يربشر ويدخله السيمين في قلب الفجينا فكده محصل شي زي ما عايز الفريا بتاعه عالي انا قلت قليل من شوية هو عالي عشان هو تقريبا من كام خمسة لخمستوشر او من تارتة لخمستوشر اعيوبه ان الست ان الست يكون عندها او راجل نفسه عنده من مادة تمام يبقى دلوقتي واي 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 دي محط محط سؤال تمام او محل سؤال ما عالي ايه بقى الاستخدامات بتاعت القانضم غير ان هو اول حاجة حلو احنا لسه قيلنه وفي نفس الوقت الكنسر سيرفيكس الكنسر سيرفيكس ازاي بقى باختصار ان الكنسر سيرفيكس زي ما اخدنا قبل الميت كان اكتر حاجة بتسببه الهيومان بابلوما فيروس فالهيومان بابلوما فيروس ده اللي هو انا عايز اقل الانتقال للفيميل فالكنضم ده بيساعدني ان هو ايه الفيروس ما يخش اشيان طيب تالت حاجة ان انا بقى يعني ايه سبب ان كان من اسبابها ان كان الست نفسها الفيميل نفسها عندها عندها رد فعلي مناعي قوي جدا او عندها بيتحاجم من دي فلما ما دخلهاش حتى هناك احنا قلنا من ضمن الحرور ان انا نستخدم القنضم فالكنضم ده ما بيدخلهاش فبالتالي المناعة ما بتبقاش عالية اوى عند الفيميل لما بيستخد لما بيحصل انت القرس طيب ازاي عليك بال هي فكرة ان المناعة لا بيبقاش ما بيبقاش كنترول في نفسه قوي اللي هو بيحصل قبل الانتر كورس اصلا فلما حط القنضم على على السيرفز بتاع البينيس خصوصا الاركت بينيس فده بيقلل شوية فبيقلل او بيخلي كده يعني بيخلي الميل بيتحكم في نفسه شوية والإجاكوليشن ما بيحصل شي بقدري تمام تمام اتمنى انها تكون واضحة تمام ازاي برضو استخدم القنضم فحاجة ان انا بعالج ايه فكرة ان انا محتاج زياد عشان اعمل قوي محتاج كتير طيب يعني قليل طيب ازاي انا بقى بقوي ان انا الرم اللي ورا ديت اللي هي في اخر من هنا كده في اخر دي بتعمل فبالتالي بتقطر اللي رايحة للبينيس فبالتالي يبقى ايه مور اه اريكشن تمام تمام نروح بقى للست ونستخدم ونشوف ايه البريار اللي بتستخدمها قال لي فيه حاجة اسمها وحاجة اسمها وفي حاجة اسمها وفي الاخر خالص بقى الملخص يعني الفاجينا اسمها بتتركب فين في او في تمام بس يعني 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 هي شكلها شبه المشروم زي ماıichna شايفين كده او المشروم بيبقى اعمل كده آآ ملهاش رم ازاي بصوا الرم هي دي كده رم لهي الحلقة دي النماء اللي فوق ديت ملهاش رم تمام عرفنا يعني ملهاش رم ملهاش حلقة يعني رايح حاجة فهو بيتركب فين في الفاجينا شبه مين المشروب? اه الكيمت هو ايه? ان هو بيمنع اللي هو بيبلوك فبالتالي ما بتخشيش. ايه? اللي هو بيبقى الفجينا دي جواها المواد اللي بتقتل تمناها بسبرمي صعيدة. طبعا بيبقانا دلوقتي معايا ميكانيكا الاكشن والكيميكا الاكشن. وفي نفس الوقت اتزورب. اتزورب يعني بتدرد الاسبرمات لبره. تمام? يبقى موجودة في الفجينا في الابر فجينا بتبلك السيرفيكس. بتكونتين مادة كيميائية بتقتل الاسبرمي سماناها السبرمي صيدل. ويبت اتزور الاسبرمي البره. طب الفجينا الدايفرام. الفجينا الدايفرام موجودة بفين برضو? في الابر فجينا. عادي. في الابر فجينا. بس دي برم. والرم بتاعتها على عكس آآ فيرم وفي نفس الوقت ايه? يبقى القولة خالص. اللي هي ما فيهاش رم. طب الفجينا الدايفرام فيها رم وفليكسابل. تمام? طب السيرفيكال كاب اللي عاملة شبهة الطائية. اخدها انا اخدها للصفحة الجاية. آآ فيها رم بس مش طيب. الفجينا الدايفرام كلهم نفس المهم يا شباب. آآ اللي هوها وميكانيكل. تمام? تمام. السيرفيكال كاب قلنا تمام? بتبريفنت بواسطة ايه بقى? بواسطة نفس الكلام بس السيرفيكال كاب احنا قلنا هتبقى موجودة فين من اسمها? في السيرفكس. في الاكتو زيرفيكس. تمام? في الاكتو سيرفكس. انما التانيين كان في القبر فجاينا. آآ نفس الكلام. الكيميكل وميكانيكل. قندم بقى البتاع الفيميل قندم بقى. زي اللي احنا شفناه في الاول خالص. اه بتتحطي على الفاجينا على طول الفاجينا بتمنع الاسبر منها تخش. تمام? اهي. ديت الفيميل قندم. ديت الايه? الفيميل قندم. تمام? تمام. اه قبل ما نخش في التالتة اه نشوف احنا خدنا اول حاجة الفيسيولوجي وتاني حاجة كانت ايه? اللي هي الفيسيولوجي كان خدنا منها تلاتة. اول حاجة اللي هي اللي هي فترة الرضاعة. تاني حاجة اللي ما صالحها لسيدنا محمد. انا ذات نفسي نسيت اللي هي اسمها يبقى تالت حاجة اللي هي تاني تاني وصيلة اللي جاءنا لها اللي هي مين? اللي هي الخدنا منها للميل وخدنا منها في الفيميل. الميل هو واحد لكن الفيميل خدنا تلاتة اه ومن دبنهم الاخيرة خالص اللي هي الشيس اللي محطوطة على الفاجينة. الميل بتتحط على البينس. اه انما الفيميل لها اه فاجينة الفاجينة لسبونج او او الفاجينة لسبونج او او الفاجينة لديف راج وفرقنا بينهم هم التلاتة. طيب نخش بقى على على تالت واحدة اللي هي اللي هي مادة كميائية بتتحط في قلب الفاجينا. مادة كميائية بتتحط في القلب الفاجينا عشان تقتل تمام? تمام? ايه المادة الكميائية دي تقالي تسعة او تسعة والمين في جول. معلش الاسماء عبيتها شوية ونحفظ هو تسعة بس. ماشي? ونشوف دول اشكالهم عشان لو جاد ايه? اللي امسك يو. ودي ممكن نساكمها بمن? اللي هي رجالة تمام? اه وين يوز دولي اللي هو بيقول لك بقى ان انت لو استخدمت البتاع دي بس اللي هو المادة الكميائية دي بس اه مش هتدي لك ريزلت كويسة خالص لكن امتى تبقى كويسة? لو انا استخدمتها مسلا مع القندم زي ما احنا عليك رحنا للقندم قلنا عشان تديني جود ريزلت استخدم معاها يعني الاتنين مع بعض يعني. طيب البريكوشنز بقى ايه اللي يفرد ايه او ايه اللي بيحصل? اه ان المادة الكيميائية ديت او النانوالوكزنون ده بتحطي فين? اه في الديب فاجينا برضو خيق ان فاجينا. اه امتى قبل الكويتس قبل بربع ساعة? اه في 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 ميلز عندهم مسلا بكتيريا والكلام ده كله. فبيعملوا حاجة اسمها دوج للفاجينة يعني بيخسلوا الفاجينة. اه انتي بكتيريال وانتي اه فانقل والكلام ده كله. فانا بعد ما بعد ما يحصل انتر كورس بعدها بست ساعات اروح اعمل العملية دوجز دي. ما ينفعش اه ما ينفعش اه ما ينفعش اعمل دوج قبل ست ساعات ليه? عشان مرميش. المادة اللي انا حاطتها فبالتالي الاسبرمات مات اه ما ما يعني مفروض ان انا عايزة مويتها يعني تمام? تمام. اتمنى تكونوا فاهمين. اه كده تالت واحدة خلصت زي ما احنا قلنا الاول تلاتة مش اه مش صعبين يعني. واللي جاي برضو مصطعب بس يطويل شوية. هنلجأ دلوقتي الرابع طريقة ان انا امنع بها الحمل وهي اللولب. الانترا يتراين كونترا سيبتك ديفيز. من ايام الفراعنة اه من زمان اه وهم مشيين في الصحرة ومعهم النقا. تمام? اه نقلا عن الدكتور خارد يعني عبد الملك. فكانت النقا دي اتوسلت الحركة عندهم فمحتاجين ان هي تبقى معهم على طول. فلو هي حملت عايزين يسقطوها عشان ما تحطلهم شي ويكملوا سعيهم يعني. فجابوا طوبة وسدوا اليوترس بتاعها. فالحملة سقط تمام? فخدوا الفكرة دي وطبقوها على ايه? على الهيومنز اللي هم احنا بقى. عملوا ايه? جابوا بلاستيكا. بلاستيكا. اه على شكل دابل اس ديت. وحطوها في ايه? في اليوترس بتاع في مية. ومن هنا سميناها ايه? اللولب. تمام? فليه سميناها بقى? نان مديكيت ديفيز ومديكيت ديفيز. نان مديكيت يعني ليه مش ماشي مع التطور بتاعنا. مش طبعة الطب اللي هو طبعة الفراعنة اصلا من زمان. اللي هو اصلا ما بقاش يستخدم دلوقتي. اللي احنا هو عبارة عن قلنا حتة بلاستيكا. تمام? ومحطوط عليها بريم سالفيت. البريم سالفيت ده لونه ابيض. فلما ما شوفوا بالاكس راي مسلا بيزهر الراديو اوباك. تمام? بس كده. يبقى اللب اس لوب او الدابل اس لوب اللي هو نان مديكيتد. اللي هو من ايام الفراعنة. اللي هو ده. تقريبا ده كمان. بس اللي انا عارفة ده. عارفة مش حكلا. مش عارفة عارفة ش يعني اللي هو الدكتور قيله. تمام? فهو دابل اس لوب. تمام? ده النان مديكيتد. المديكيتد بقى اللي هو اللي احنا بنستخدمهم دلوقتي تلاتة انواع يا شباب. اول نوع اول نوع اسمه قبر مدييتد. تاني حاجة بروسترون مدييتد. انتي بليدنج مدييتد. نشوف واحدة واحدة. القبر مدييتنج معنى كده ان انا مستخدمها اللولاب ده من النوع القبر من النوع النحاس. ليه? عشان يبقى قوي. هو ايه فكرة اللولاب بس? ايه فكرة اللولاب هو عمل. فكرة ان انا بمنع 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 ان التوتية تتزرع في قلب الرحم. تمام? في قلب الاندوميتريم. فالقبر آآ القبر ده آآ كافي كده ان هو يعمل العملية دي. فهو ان انا بستخدم القبر وساعات بقيتها ساعات او مش ساعات ده هو ريس حديثة عن ان احنا بقى نستخدم السيلفر. ليه بقى السيلفر? قال لي ان السيلفر على القبر مهمة جدا. ان بتقلل من الفرجمنتشن بتاع الايه? بتاع القبر. يعني القبر ده ما ايه? ما يتقصرش ما يصديشي. فهمين? فاللي هو ايه? حاجة محترمة يعني. تمام? تمام. آآ انواع القبر بقى كتير. انواع القبر كتير وا واحسنهم. واحسنهم اللي هو ده آآ تي تلتمائة ثمانين. آآ يعني ايه تي? على شكل تي. بس كده اللي هو ده هو. تمام? على شكل تي. آآ ففيه بقى قبر فيه قبر سبعة. في قبر تيمتين تي تلتمائة عمانين. ونوفا تي اللي هو اهم حاجة في النوفا تي اللي هو بيكونتين ايه? السيلفر. يبقى اني نوا بيبقى فيه السيلفر بنسبة كبيرة النوفا تي. وهو اصلا نوفا كده نوفو حاجة جديدة فكلنا بنحب السيلفر يعني. تمام? تاني كان اول نوع هو القبر ميديتي. التاني حاجة بقى من اسمه بروجسترون ريليزنج ديفيز. بصوا يعني هو نفسه هو نفسه تي شيب ماشي? بس الحتة دي كده فيه شيس هنا عمالة تطلع لبروجسترون. يعني انت مستخدمة لو بيطلع بروجسترون او. طب ليه بليش معنى بروجسترون? قال بروجسترون ده هو لو اندروجينيك افكت. فالاندروجينيك افكت بيروح يعمل لي ايه في الاندوميتريام اتروفي. فبيقللي من الاتروفي بتاع بيعمل لي اتروفي في قلب الايه? في قلب الاندوميتريام. فبيقللي فبيقللي فرصة الحملة. تمام? فده اللي انا عايز ايه. فده احسن شوية يعني. احسن حاجة اللي هو انه هو فيه بروجسترونيا. فهو ايه الامثلة بتاعته بقى? اه ايه تمام? والمرينة او انا عايز اقول مرينا ديت. اااااااا دكتور خلال كان بيقولي ديات اللي بيقوله عليها الصاروخ. ليه الصاروخ دي احسن نوع من الانواع بتاع دفيزس كلها ان هي بتطلقة لكمية محترمة من البروكسترون. والبروكسترون بيقولي قلل الامونت بتاع البليدنج ديوتو بروكسترون بيعمل ايه? يعني يقلل لي بقى الكمية بتاع البليدنج ازاي? انه هو اصلا بي يعني ايه? بيهدم لي بتانت الراحي. تمام? فلما بتهدم ما فيش حاجة تاني تعمل لي بليدنج تمام كده? فده ده اللي انا وصلت لها يعني. طيب انتي انتي بليدنج بقى اللي هي عادي بتقلل الكمية آآ البليدنج. طيب. خلاص. انا دلوقتي عرفت معي كم نوع تلاية قبر وبروكسترون وانتي بليدنج آآ ميديكيتيت. اهم حاجة في القبر انه هو ممكن يتزود بسلفر عشان يعليل بتاع القبر. انواعه آآ اللي هو انواعه اللي هو سبعة قبر سبعة قبر تيمتين تلتمية وتمانين واحسنهم تلتمية وتمانين ومالتي ومالتي لود تمام? وبعد كده الاحسن منه شوية اللي هو عليه شيز كده بتطلع وفي نفس الوقت آآ له انواع اهمهم المرينة. تمام? تمام. آآ قال لي المهمة بتاعت دي بالزبط مش معروفة. تمام? المكانيزم بالزبط مش معروف. لكن فيه سيرز. تمام? بيقول لك ايه بقى برير بيمنع الامبلانتيشن. ماشي. بيعمل ايه? بيعمل حاجة غريبة جاي في اليوترس تعمل فما تخليش برضو ما تخليش فيه امبلانتيشن. ماشي. آآ بتزود آآ بتزود بتاعت اليوترس. فبتضرد الاوفن بره او بتضرد التوتية اللي اتكونت دي بره يعني. تمام? بتزود برضو نفس الكلام بتاعته بتطرد الاوفن بره بسرعة اكتر. الكبر انترفير او الكبر بقى في اللي هو من النوع الكبر يعني بيانترفير مع فيه شوية انزيم. دي بتطلع من الاندومتر يا يا شباب. الانزيم دي مهمة ان يحصل فيه حملة. تمام? او استمرار الحملة على اقل. فالكبر بيانترفير معاهم. يعني ايه? يعني معايا انزيم اسمه الكربونيك اناهايدريس. الانزيم ده بياخد الثاني اوكسيد كربون ويتحد مع المياه وخلاص يخلصنا منه. انما القبر بيمنع آآ الكربونيك اناهايدريس ده النوع هيتكون فبالتالي الثاني اوكسيد كربون مش هيتحد مع المياه. فالثاني اوكسيد كربون هيحصله ايه? هيزيد. فلما السانية اوكسيد كربون هيزيد هيحصل للاه بيبي? هيتخنق. تمام? اللي او الجنين يعني. طيب فهو بيقولك ايه? بيينهبت الديفلوبمنت والامبلانتيشن بتاع مين? بتاع الامبيريو. بوصلة ان الانزيمات ديت ما بقتش موجودة. الفيليار ريت بتاع الاي و سي دي اا على حسب اللي انت مستخدمها. اللبس اللبس اللي هو من زمان قوي. اللي هو من زمان قوي. فالنسبة بتاعته كتعالية شوية. يعني ايه? يعني اربعة بيحملوا لكل مية. طب لو كبر لأ ده من اتنين لاربعة قلت شوية. آآ طب لو هو مسلا السيوء الكبر تلتمية وتمانين او او ده اقل من واحد يعني ايه كل فيه كل سنة بناخد مية ونحسبهم. لا ده اقل من في مية الواحد يعني ايه? يعني سنة او سنة لأ مسلا. تمام? فاللي هو عشان كده قلنا احسن حاجة اللي هو بتلتمية وتمانين والمالتي لوط. امتى استخدم اللي هي اللوالب? استخدمها بطريقة ان انا عشان امنع الحمل. والنن كنترسيبتف. الن كنترسيبتف ناخدها النية عشان سهلة. آآ في في الاسر من كان بيحصل في الوترس. وبعدنا سلكها بقى بايا اي ان كان. تمام? انا سلكتها. عايزة بقى ايه? احافظ عليها ان هي ما يحصلهاش فيها. بروح احط فيها ايه? اللي هو ابدأ اللي هو مين اللولب. تمام? اللي هو طيب الانديكيشن باب بتاع الكونتراسيبتف اعمل بها از او اشتغل بها ازاي? ان هو واحدة مسلا ياولاد خليفة كتير. فانا خلاص اركب لها اللولب ده عايش لمدى كبير قوي يعني ايه بقى? ان انا خلاص استخدمته يا مش هتخلف هيه? لكن ممكن بعد كده هتخلف عادي جدا. ماشي. عايزة تقعد فترة كبيرة او ما تخلفش. ماشي. ان هو رخيص. وفي نفس الوقت آآ يعني ايه آآ مجمع عليه ان هو كويس. من تمام يعني واحدة بتردى ما اروحش اديلها بقى ايه? هرمونات بوزلها الرضاعة وكده. وفي نفس الوقت الستة كبيرة ما اديلهاش هرمونات برضو عشان خايف عليها من وكده. تمام? دي استخدامات مين? الايو سي دي. طيب. آآ اللي هو الكنتراسيبتف. انها الكنتراسيبتف زي ما احنا قلنا الاشرمال. وفي نفس الوقت بنستخدمها في اللي هو الهايبر استروجين كونديشن. ليه? آآ اللي هو اللي هو اللي كان بيتلال بستخدمه في حالة ان هي عندها اصلا مشكلة بسبب زيادة الاستروجين. البروجسترون بي ايه? بيعمل الاستروجين في اليوترس. فخلاص انا استخدم لها اللي هو من النوع البروجسترون مسلا. تمام? بيستخدم من النوع البروجسترون. طيب امتى بقى? انا كده خلاص عرفتها استخدم امتى في الا استخدم امتى اللولاب ده? ما استخدمهوش امتى? اللي هو مستحيل? ولا نص ونص? ابسلو امتى ما استخدمهوش لو فيه انفلامترو دزيز اللي هو انا ما دخلاش انفكشن منبرة تاني. امتى ما استخدمهوش لو انا شاجك ان فيه يعني ايه? يعني ممكن تكون هي حامل وراح اركبهو اللي عمل لها اجهود. عمل لها عشان كده قبل ما اركبه هنعرأ هناخد شوية احتياطات من دمنهم ان انا اه ادهو لها اعملهو لها بعد البريد على طول. تمام? فاللي هو انا متأكد ان مش هحصل حامل. اه امتى برضو ما استخدمش الايو سي دي في الماليجنانت ديزيز اللي هو خد تعينة خد تسمير اه اه خد تسمير ولقيتها ان هي ايه في كنسر اروح استخدم لها ايو سي دي واللي هو اصلا اه ساعد بيطلع لبروجسترون وممكن نزويدلي من السيرفايكال كنسر? لا طبع. تمام. الريلاتف با اللي هو نص ونص ده قال لك على حسب المريض وعلى حسب وعلى حسب الدكتور نفسه. يعني ايه? بالبركة كده. يعني واحدة عندها ايه خطر ان يجي لها بايفك انفلماتور ديزيز. هل هركب لها ولا لأ? يعني ممكن اركب لها ويحصل. ممكن اركب لها وما يحصلش. فاهميني? والله واحد لسه متخرج. مش متخرج بقى. واحد لسه مبتدئ في الشغلانة ومش معندوش كفاءة يعني ان هو يركبه وخايف. اللي هو صعب ان هو يتركب. فلكن عكس في الدكتور تاني مسلا كويس يعرف يركبه بسهولة جدا. فعشان كده سمناها اللي هو خمشين في المية ينفع وخمشين في المية ما ينفع على حسب دكتوره على حسب العيان. نكمل بقى. واحدة اه اكتوبك يعني حملت برر رحم مسلا. فا اه ممكن اركبه اللي وتحمل تاني برر رحمة عادي. فاللي هو فكيف عامين? ابنوربا يوتراين بليدنج. سيفير انيميا. ممكن يدخني في انيميا وممكن ما يدخنيش. اه ممكن يحصل بعدها تجلطات ممكن ما يحصلش. وهي كزا بقى في ايه في الاسباب دي? اه ممكن يحصل او ممكن لا. سيفير اه دي سمنورية. اه اللي هو البيريود بتجيلها بوجع. فانا مروحش احط لها انتر اه كنترسيبتف بي اه ديفيز وهي اصلا بتجيلها بوجع. تمام? اه اللي هو في ميومة مسلا او باي كورنت يوتراس وينفع وحط لها الايه اللولاب ده. يعني واحدة اللي يوتراس عندها باي كورنت وفيه اللي يوتراس عندها في ايه ميومة جوه كده في ايه ورم. اروح استخدم اللولاب والله انت حظك بقى فعامين? اللي هو ينفع او ينفع لأ ممكن ممكن احطه مسلا بالغرض. مسلا يعني لو هو باي كورنت يعني اصلا لو حطيته في يمه. اليمه التانية هممكن تحمل فيها. عشان كده يعني بقى نقول ايه? ممكن وممكن. اه لو هي عندها حساسية طبعا من القبر اه ممكن ادي لها اه اه اللي انا اعلج لها الحساسية ديت وممكن اديه لها على طول. تمام? يعني احط لها اللولاب وفي نفس الوقت اعلاج لها احساسية. طيب. ديت كانت ايه بتاعت اللولاب. امتى ما استخدموش? انسيرشن. بقى بتاعي لو لو ابقى اعمل ايه? اه وانا او اه او او الفياتات اللي مفروض تنعملها اول حاجة تطيب. تطايم الرحود من السيرن على طول يعني بتجي لي في اخر يومين من البريود اركبهم له. ليه? عشان لو نزلت نقرأ طيب الاول بتاعته انهو بايكسكلوت البرجنانسي. ان انا لو عملته باخري البرجنانسي. انا متأكد ان ما فيش بريجنانسي. انسيرشن. اه ازير. از مور. اه بلاتوس. يعني ايه? اخر البرجنانسي. اخر الابريود. بيبقى السيرفكس واسع. تمام? اه بوست انسيرشن. هي كده كده عليها بريود وعليها دم وكلام تقوله. فالزبوتنج اللي بتنزل بعد الاي او سي دي اصلا هتبقى ايه? مختفية. كده 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 بتبقى موجودة. يعني ايه? يعني لو جيبت واحدة اركب لها اي ايو سي دي. ماشي. اه بعيدة عن فترة المنسترويشن. وهي مش حامل. ماشي انا متأكد انها مش حامل. واروح اركبه لها. كده كده هيعمل لي حاجتين اتنين. هيعمل لي وهي اصلا هتخايف. فلكن هي اصلا لو الكلام ده كله موجود تمام? ممكن يحصل طب هي اصلا فترة المنسترويشن. اصلا فيه كده كده تمام? ايدي ثالث حاجة. يعني واحدة خلفت بعد بعد ما خلفت احطهول لامتا بعدها بتمن اسابيع. ستة تمن اسابيع يعني شهرين. طيب. اه سقطت الدهولة بعد الاسبوعين. تمام? اه يعني ايه? حصل وخايف لا يحصل في خرص. رح احط لها الايه? اللولاب على طول. طيب. التكنيك بقى. التكنيك اول حاجة بتأكد ان ما فيش او اي مشكلة جوه اليوترس. فبعمل ايه اكس راي او بفحص ايه الجينيتال سيستم كله. طب بعد كده اروح للكسكس بيكلام اروح اعقمه وحطه في الفاجينة عشان ادخل بقى ايه? ادخل اللولاب نفسه. اه تمام? اه بعد كده امسك في آلة. آلة عاملة زي الهولدر كده بتاع الخياطة ومسننة من قدام. بمسك فيه بمسك بيها السيرفيكس. يعني ايه السيرفيكس اهو. الانتيريور سيرفيكس ده وانا عايز ارفعها الفوق عشان اشوف الجوه الدنيا جوه عاملة ايه? وادخل بعدها عشان اشوف طول اليوتراين كافيتي ايه? وعلى مقاسه ادخله ادخله ايه بقى? آآ اللوب اللي هو المناسب على الطول اللي الساوند وارهولي. الساوند وارهولي. تمام? يبقى اول حاجة باجزامن الجيني تاليا. وبعد كده ببعقم الكسكس بيكلام عشان افتح الفاجينة. آآ وبعد كده السيرفيكس عموما افتح السيرفيكس. وبعد كده بمسك الانتيريور لب بتاع السيرفيكس. باللي هي حاجة اسمها الفولسلم. آآ وبعد كده بدخل الساوند كده بيدي التانية. عشان اشوف الطول بتاع اليوتراس قد ايه? وعليه بدخل اللوب. ادخل اللوب بقى بطريقتين اتنين. يا اما بوشنج ودي مش حبينها خالص. عشان سعب بتعمللي آآ تخروم لي اليوتراس. يا اما وزروا المسود ودي الطريقة الحلوة. ان انا بدخل. بصوا انا مش مش عشان ما شفتوشي. فاللي هو ايه? عاملة زي فكرة الكانيولا كده. اللي وانت بتدخل الكانيولا بتدخل المادة اللي هي البلاستيك وبعدين تشد الايه? الحديدة. هي دي زيها. انت بقى بتدخل اللولب وبتخرج اللي هو اللي بيبقى عامله صبورتي من بره. اللي هو الغطب تاهم. تمام? ده اللي هو الوزر هو المسود. طيب بالبوست انسرجن يعني ايه الكانس الانجمال انا انصحها بايه او اقول لها ما تخافيش لو حصل ايه آآ او مفروض اقول لها لو شفتي كزا اسألي آآ تعاليلي بوست انسرجن بقى بوست انسرجن هقول لها تطبيعي ان هو هيحصل ايه? فيم ديسكمفرد آآ ليه ديسكمفرد قصدي? آآ هيحصل كلك واجع تقلصات كده هيحصل هنزل عليك النقل قدام هنزل عليك فما تخفيشي بعد كده هقول لها او انت لازم ان يا يا حاجة تحسي آآ حاجة تحسي حاجة تحسي حاجة اسمها اللي هي تقريبا كده مش احنا ركبنا اللولب ياولاك جوه اللولب اللي احنا نخلي اللولب ده كده بقى اللولب اللي احنا ركبنا في قلب الليلي يترس بيبقى تحت في خط طويل كده انا اول ما بركبه بقص ده كده واسيب تنين صمتي اللي تنين صمتي ده انا اقول لها انت لازم ان تكوني حسي حاجة حسي نايلون بصوبع كده في الفاجينة تمام صوبا هتكون طويل لو تكون حسائي وفي نفس الوقت نودبل ما تسحبهوش تمام فانا اقول لها ايه تكوني حاسة الخيوط ديت باستمرار عشان تتأكد ان هو لسه موجود ما ايه ما تفقدش جوه ليوترس مسلا وفي نفس الوقت ما تسحبهوش عشان ما تشيلهوش يعني انت جيالي ليه عشان تشيل ليه تمام وبعد كده ايه احنا قلنا دي ماشي يعني انت ركبتيه في اخر اه في اخر البريود بتاع الشهر الشهر الجاي تخلص تجيلي تمام عشان اشوفه هو نزل مع البرد ولا لأ هو لسه موجود ولا لأ وبعد كده افحصها كل سنة بقى تمام واقول لها انت لو حسيتي بالحسيتي ان او او ما جالكيش الدورة اه خلال كزا شهر ورا بعضهم تعالي اسألي لتكوني حامل ولا حاجة هو وقق وحملتي اه في ابنوربال بين يعني هو مفروض انه في بين بس بسيط لأ ابنوربال بين بقى او حاجة غريبة قوي فجأة كده تعاليلي في امفكشن حسب اريتيشن حسب بام مش عارفة مفروض ان يتحس بقى ايه عشان ليسا ما اتذكرتش فاللي هو لو في تعاليلي تمام اللي هو مسلا الممكن مسلا 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 تجيلي بدي سجارش رح الته وحشة عادي كده تجيلي ان انا ممكن يكون ده بسبب و هو اصلا عشان اشيله تمام ان انت لو مش حسي تعليلي ده ممكن يكون لو انت اصلا يعني مش حسي يعني انت شك ان هو وقع لكنت لو فعلا انت متأكدة ان هو ما بقع استرنج ميسنج اللي هون دي مش لقية الخط بتاعه خلاص برضو تعاليلي عشان افحاصك تمام تمام اتمنى اتمنى الدنيا تكون تمام بتاعي بتاعي اللوالي بق ايه بتاعتها سهل على عكس الهرمونال هتخش في اللوالي وتلاقوها هتقيلها شوية البليدنج بيحصل بليدنج اشمعنا بليدنج قال لي سبب البليدنج ان اللغب ممكن يكون عق كبير فيعور و اه رونج بوزيشن حطيته في المكان الغلب برضو عور لليوترس فالبليدنج اه ده ميكانيكل تمام على حسب المكان بتاعي يعني كيميكل ان انا زودت الفاسكولاريتي والفايبرونرس يعني ايه ان اه هي ليه الفاسكولاريتي زادت باختصار كده ليه الفاسكولاريتي زادت عشان فيه الله ما صلى لسيدنا محمد فيه حصل انفلاميشن تمام كرد فعلا من الجسم للحاجة الغريبة اللي جاي لليوترس دي وفي نفس الوقت فيه حاجة اسمها بروستا جلاندين اه زودت لي اه الفاسكولاريتي مسلا وزودت لي البليدنج مسلا تمام اه مش عارفة بسبب ايه بس اللي هو زودت البليدنج طيب طيب البليدنج منه راجية كتير دم كتير وكتير برضو بس مش حمل يعني ده سايكليك يعني ده منتظم لكن المترو اه راجية ده مش منتظم وده اللي قلق منه اكتر لان لو منتظم ممكن مسلا يعني ايه اللي هو اللي هو بينزل مع كل دورة عادي اه لكن لو مش مش عارفة مسلا مسلا ساحبه بايه ممكن يكون في 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 بروما اه في بتاع الادينوميوزيس اه كلام ده كله تمام تمام اه ايه بقى ر perpet منت بتاع البليدنج والله بعمل ايه يعني هو لو كان سببها بروستاج لأنه قدي لها انتي لو كان سببها اللي هو في فيبرونوريتك تامة لو سببها اه الهيمورجيس كتير قدي لها انتي warrior يعني البتاع ده انا بحث عنه اللي اذا الول قدامنا دهو الا ده انتي ايه اه هيموريجيك تمام اف ميديكال بقى خلاص اللي هو ده كله خرب خلاص ارحشل لها ايه اللوبة استنى ايه تاني استنى ما اتفايز مني تمام ادي اول حاجة بليدن بليدن بين تمام تاني بقى بليدن بين بريجنانسي وبعد كده بالفيكشن واللي انا اصلا فقدته يعني ايه مش مرتاحة طيب تاني حاجة البين قلنا يا ام البين ده بيجي على هاية كرامبس يا اما وجع اثناء اثناء المنقرية اثناء البريود انما ديها اثناء الانتر كورس اللي هي الديسبارونية تمام 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 ايه بقى ممكن اللي يسببلي البين ده قال لي ممكن يكون فيه انفكشن حجم اللي لو لا باصلا مش مناسب مع حجم اليوترس اه فعمال يعمل في الاندومتريام اكتوبك بريجنانسي اه برفريشل اليوترس ده كله سببلي البين ايه اعمل ايه بقى ادي لها انرجيزك طبعا ولو فيه سبب اعالجه مثلا الانفكشن اعالجها اللي هو العالج السبب يعني. بعد كده اروح للباريكشن بتاعي اللولب انه يحصل Да اا يعني ايه بريجنانسي بقى ان اللولب اصلا وايه او اا اللولب وocalyبة او حصل بريجنانسي أو اا كمبيكشن بقى مع ايه يعني لو حصل هي ايه هيسقط تب لو اا هتسقط عادي ايه ما تسقط بسبب اينفكشن يعني طيب لو ما سقطتش وكملت ولادة ممكن تنزله قبل ما يتمي معايده وفي نفس الوقت طب ما نزلتهش هيكمل بكونجينتا الانومالي يبقى دلوقتي تاني البريجنانسي دي تالت كومبيليكيشن من ايه معينة في بتاع اللولاب ده أبورشن يما سيبتيك أبورشن يما بري ماتيور أو بري تيرم ليبر يما كونجينتا الانومالي لكن لكن انا آآ شفت حالة آآ حملت على اللولاب واللولاب وجابت الحالة جابت توقم ومش متصل بقى ده توقم منفصل تمام اللي هو آآ اخين مختلفين عن بعض والله يعني هذا حصل والله مستلسة محمد واللولاب نزل قبل الولادة يعني ايه يعني هو ما الدكتور ما شدهوش وهي حامل لا هو نزل قبل ما هم ينزلوا تمام تمام يعني او يعني بقولك لو انت شايف اللوب شده مش شايفه هينزل هو مع الولاد زي ما حصل مع الحالة اللي كنت بقول لك عليها تمام تمام دي بعد كده بقى لو هو برا الولادة لو يا رب برا الولادة ايه لو الحملة خارج الراحم بعالج الاكتوبك بريجنانسي آآ اعالج لو فيه فاشغيناتس بعالجها وبديلها قاوي تمام المزلوب المزلوب بالوال ايه مش قادر احدد الخيوط اللي هم لتنين سنت اللي هم مبتوع اللولاب فسببها ايه سببها انستراكشن توفين اوي يعني ايه هو ممكن يكون موجود بس هي مش حاسة يعني هي 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 مش مش عارفة تحسه لصابعها صغيرة مثلا وهو مش او هو في ديب فوجينات هو قوي اكسبالتف اكسبالتف اللي هو اا اا اضطرد لبرا تمام اا بريجنانسي حصل وهو واقع جوه في قلب اليوترس واقع جوه في قلب اليوترس اا برفروت اليوترس واستخبه جواء اعالج ده كله بايه اا بتاع الكومبليكيشنز باخد بقى بقى باخد منها بقى هستوري كده مفصل واقعد معاها اقدرتش اكسكروتت بريجنانسي يعني ايه اكسكروتت بريجنانسي ازاي يعني ايه اا الدورة فتت فت شهر مجالش لأ يبقى خلص كده انا متأكد انا محصلش بريجنانسي طيب اا هستوري الابدومنال بين السبوتنج دورنج اا ان اكسكروت البرجنانسي ازاي طالما حصل او اا ثواني الهستوري اكسكروت بريجنانسي باي نودي ليد سايكل تمام هستوري في الابدومنال بين اند سبوتنج دورنج الانسيرشن او في اللوب يعني ايه يعني ايه يعني او انا بحطه او انت بتحطيه يا جيد اشتكير دلوقتي بقول لها او انت بتحطيه او او انا مسلا او انا بحطه طولك عشان مش فاكر حصل نزل دم وحصل ااا وحصل واجع ابدومنال ابدومنال بين يبقى الوقت شكلت ان حصل فاهمين اللي هو ايه بعمل يعني طيب ااا تقريبا عند عشان اتجنب ايه اللي نابلتي توفيل يعني بقولك انت لو انت شاكك ان هي مش حساية او هو موجود وهي اللي مش حساية انت عامل بايدك انت اتاكد ان موجود ااا بسبب ان هي مسلا ايه ممكن مش قادرة تشوف تحس السريد ده بسبب ان الفاجينا دي قوي او هي صابعة صغيرة تمام او هي فعلا بريجنانسي تمام وبعد كده اخش باليوترس اخش في اليوترس بالساوند لو 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 اللي اللي موجود هسمع كليك كده تمام من قدام الورا كده هلاقي ال ايه تمام لاترال فيو لازم ان يكون الساوند محطوط عشان لما شوف الساوند بيبقى كده والاااا واللوب بيبقى عليها كده تمام تمام بعد الاكس ري بقى بعد الاكس ري حاجات تانية الاQué اه بحط باستخدم هستروسكوبي ولابروسكوبي ان انا اشيل اللوب ده لو الحالة مستحصية اوي يعني اه بيقولك مني ممكن افتح بقى واخش اشيل اشيل اللوب برضو يعني ايه حاجات ادفضنت شوية طيب الهرمونة البقى انا خلاص دلوقتي اول اربعة اه اللي هما فيسيولوجيكال بارير اللي هي الموضل الكيميائية اه رابح حاجة اللي هي الايه الينترجة هي хозя ile بعد كدةها البعر من قطر guild اللي الان انا ا capitaliska . هرمون كنترسبت ارعني انا لالوقت بقى كيني الستة حامل يعني انا عايزة خلي الستة كأذنها حامل عشان ما تحملش يعني انا بجدلها مبارا فهو قالك اهو انا بستخدم ايه ي Mira synthetic estrogen ي Saul بروكسترون. فالطيبس اللي معايا يا اما ايه يا اما ده الواحده اللي هو الاستروجين اللي واحده يا اما البروكسترون اللي واحده. واحدة واحدة بقى الكمبايند. الكمبايند ده ان هو البرشام بيبقى واحد وعشرين حباية. بيبقى كل حباية فيها استروجين وبروكسترون. بس في حاجة اسمها المونوفيزك. في حاجة اسمها المونوفيزك. وفي حاجة اسمها الباي فيزك وحاجة اسمها ترايز فيزك. باختصار كده المونوفيزك ده هو بيبقى كل الواحد وعشرين حباية لون واحد باي فيزيك لونين اتنين اتراي فيزيك تلات تلوين ازاي بقى المونو فيزيك ان اول ان كلهم اه بس المونو فيزيك اللي هما كلهم لون واحد نوعين اتنين نوع يكون فيه الاستروجين عالي ونوع يكون فيه الاستروجين قليل طب عالي يعني ايه اكتر من خمسين واحدة او اكتر من خمسين مايكرو اه انما قليل يعني اقل من ايه قل من خمسين طب باي فيزيك باي فيزيك يعني ايه لونين عشرة 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 حباب بس اللي هما انما بعد كده آآ مختلفين عن مين مختلفين عن الحداشر التانيين اللي هو اولا من الحداشر التانيين فيهم ايه بس اكيد مش تمام آآ اول ستة يبقى دلوقتي اول عشرة تم بقى كام مش عارفة بقى خمسة وعشرة آآ مختلفين عن الخمسة اللي بعدهم مختلفين عن العشرة اللي بعدهم يبقى دلوقتي في مين في الكمباوند atau نوع اسمه تاني نوع الاستروجي الي واحده والبروكسترول الي واحده طب الاستروجي الواحد اسمه اسمه السيكونخي دهو ولم بنوع دلوقتيش معنها بيسبب لي اصلها استروجي لن واحده بس معتمد ان انا في اول ارباطاشر يوم اول افنا اللي هي في حال اللي هي في البروليفرت فيس بستخدم فيها الاستروجين فقط وده غلط تمام الهما اول 14 انما بقيبت الايام بيبقى كنباون بس اما حاجة طوالما اول 14 استروجين بس ده بيبقى ايه بريكنسرز طب البروجسترون انلي يعني ايه يعني انا بس دلوقتي بستخدم دواء حبوب بس فيها بروجسترون بس تلات انواع برضو بروكسترون لوحده في حبوب سمناها ميني بيلز او لكتت بيلز او بروكسترون انلي بيلز تمام لا اسمي تاني مين بيلز او لكتت بيلز تمام طيب تاني حاجة اللونج اكتر انجيق ليه ايه بصوا دي حبوب الرضاعة تمام ايه يا رب دي حبوب الرضاعة تمام اللونج اكتر انجيق تابو البروجستن دهو اللي احنا بنسمي ايه حقنة التلات تشهر حقنة التلات تشهر دي الكابسولة اللي بتتحطم كتير بتقعد سنيا تمام يبقى انا دلوقتي معايا تلات انواع من البروجسترون بس تابليب تستخدمي بس عشان في امراض بيبقى فيها ايستروجين انا بستخدم بس عشان ايه تعمل لي للاستروجين تمام اول حاجة بقى البوب البوب دي بستخدمها طبعا على طول زي ايه المايكرو لط المايكرو لط طيب البروجسترون اللي اه عايزين نعرف فيها ايه ان هي البوب والصاب ديرما لو بروجسترون تمام انما الانجيكتابو اللي هي حونة التلات تشهر دي لأ دي هاي بروجسترون تمام بيوصل فال بروجسترون اللي كام لي مية وخمسين لي مية وخمسين طب طيب هي فيها اه اللهم ما سرعز لنا محمد شبه مين شبه الدمبة ايه الدمبة دي دي بود ميدروكسي بروجسترون اسيتيت دي بود ده ايه دي بود ده ايه معناها مخزن اصلا ريزرفور تمام مش عارفة باللتيني تقريبا او بالفرانساوي اه الدمبة ده ايه مليانة بروجسترون بيوصل لحد كام مية وخمسين ميلي جروم تمام اه بنيديها ايه كل تلات تشهر دي حقنة ايه حقنة التلات تشهر دي بو بروفيرا دي بو بروفيرا تمام دي مهمة دي نحفظها بقى دي بو بروفيرا عشان هتقابلنا كمان شوية في ايه دي بو بروفيرا طيب انا دلوقتي خدت ايه خدت البوب وخدت حقنة التلات شهر ديت بعملها لما سلسلة محمد آآ بديها كل تلت شهر بحيس انها بتخليه لبروجسترون عالي فلما بيعمل لي حاجة اسمها أتروفي لمين للاندومترم أتروفي للاندومترم ماشي مالشي يا شباب بس يعني صوت بيقضع عشان يعني الوقت ديق ومش هعرف اجل المحاضرة لبعد قد يعني آآ بس بإذن الله نكون يعني كلنا مستفادين طب ساب درما بقى الكابسولة دي بأي. احنا ما اتفع Нيفيها بارجستروم بس بتتحط فهم في المي ديال كده بس رسولة عملها. نوع بنسميه باو ااهم بايو بايو друзtagreadable وهي guts tragical طيب codec indi البل Ashe نعمزلتها بقى نور بلانت ونور بلانت اثنين. طيب اللي هي تمتصبها مايكرو سفيرز و بالتس تمام يبقى اول ما اشوف بالتس ده اعرف ان هي الكابسولة اللي بتتحط في الدراع بتقعد سنين تمام بتقعد سنين طيب الميكانيزم الميكانيزم بتاع الهرمونا اول حاجة تشوف مش هو كومبايد من الاسترون اشوف الاستروجين بيعمل ايه والبروجسترون الاستروجين 100% بينهبت الاستروجين العالي بيروح يعمل لي انهبت لمين للجنادوتروبين اللي هو الف اس ايش وللي ايش فبيمنع مين الاستروجين حالو بيعمل ايه ثاني بيقفقت على الاندومتريام بيخليها انستطابل المبلانتيشن يعني ايه انستطابل المبلانتيشن مش عارفة نجحت تعريبا ولا مين اللي قالها ان هو بيزود الاندومتريام وفي نفس الوقت بيبقاش الفاسكولاريتي عالية طب يعني ايه بقى فاسكولاريتي مش عالية يعني بيقى مش مناسبة للامبلانتيشن بس كده وفي نفس الوقت الاستروجين بيزود موتورتي كل حاجة بيزود موتورتي من ضمن موتورتي المين للتيوب فبالتالي الاوفم بتتحرك بسرعة فمش هي الحقيقي حي يحصل لها مثلا يعني طيب البروجسترون بيعمل ايه بريفرال بقى هو هنا سنترال يعني على الاجزز تمام بيرفرال بقى حاجات تانية يعني زي ايه بقى بيعمل لي اربع حاجات اول حاجة ان هو بيغير لي بيخله لي شي سامح ان الاسبرم يخش ازاي بيعمل لي شبكة شبكة شكل شبك كده ان ان هو ايه اه شفتو السكند سكند سكند من سيكل بتبقى ايه بتاع ده الميوكس بيبقى قليل وفي نفس الوقت ايه ايه اسكنتي ايه اسكنتي وايه وفيزيكت الوايه تقيل فهو بيمنع الاسبرم من نوعي يخش طيب وطاني حاجة ان هو الاستروجين هو الاستروجين اصلا الطبيعي الطبيعي كان بيزود لي بيزود لي من فرصة طب دلوقتي هو مع الصناعي فهو بيعمل ايه بيقلل لي من فرصة طب تاني حاجة البروجسترون كان بيعمل ايه بيزود لكن ده بيقلل ازاي بقى البروجسترون بيقلل لي بتاع اي حاجة في الجسد معدى الانترنل قص بتاع السيرفيكس عشان وقت البروجنانسي اللي ما يحصلش ابورشان تمام تمام يبقى هو دلوقتي عمل اربع حاجات البروجسترون اول حاجة غيرلي في تاني حاجة انتي استروجينيك فيما عمليش قال لي وفي نفس الوقت بلسبة ستين في المية بلسبة ستين في مية لو هو لكن لو لو هو الكمية كبيرة فهيقلل هاي بنسبة مية في المية لو هو لو زياد تمام تمام زي مين اديبو بريفيرا تمام اديبو بريفيرا ده اقول لي احنا لسه واخدينها ليه حوال كل طه تشهر اللي فيها مية وخمسين مايكرو فيها مية وخمسين ميلي من من البروجسترون على حسب برضو الحاجة اللي انا مستخدمها لو انا مستخدمها واحد تمام طب لو مستخدمها بس لأ ده عالية شوية من اتنين لاربعة تمام يبقى احسن ولا مش احسن احسن طبعا طيب لو مستخدمها لحوالة كل طه تشهر لا ده ده احسن واحسن واحسن تعطى من عشر يعني مش مكملة كل ثلاث سنين واحدة بس اه اللي هي الكابسولة برضو سنة او سنة لأ تمام تمام يبقى احسن حاجة نطلع من هنا بكده اللي هي من دي تعمل تمام تمام الانديكيشن ان انا قمت استخدم بقى ايه البرشام ده اول حاجة اول حاجة ان واحدة كل السم بتجوزة بدري فمش عايز تتركب لو لاب. مسلا جربت وسائل تانية زي مش نافع مش نافع فخلو سأدي له ايه? أدي له هرمونال. He let it! ومعاها دولة اكتر طريقتين. اكتر طريقتين موصوق فيه. من من اكترهم الهرمونال كيف يستخدمهم الهرمونال اول شيء قال لي انه يقلل لي ديسفانكشنال يوترين بليدن كيف يستخدم البروجسترون اللي هو بيعمل لي ايه اتروفي المين للاندوميترام عندما يكون هناك اندوميترام لن يكون هناك بليدن الاربعة لبعضهم كيف يستخدم الهرمونات والاندوميتريوزيس الاندوميتريوزيس كان سببها الاستروجين وبروجسترون الاستروجين عالي عندما تدلها الكونباوند او ادلها البروجسترون مثل الحقنة التاتوشور تعمل لي ايه يقوم بيعمل لي انتاجونيس على الاستروجين فبيقليل الاستروجين فبيعالج لي الاندوميتريوزيس طيب الاندوميتريوزيس والتنشن والدسمينورية والتنشن اللي بيحصل ده كله من اللي بيعالجهولي ان اصلا الهرمونات دي بتقليلي ايه بتقليلي فبالتالي كل دي لما بيقليل 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 فالسندروم دي ما بتظهرش فالوجه ده ما بيظهرش تمام تمام ايه هو لما تاخد الحبيات دي كل واحد وعشرين يوم وبعد كده تاخد الشريط وراها على طول بعد اما البريود تنزل يعني بعد كده تاخد ايه نفس السايكل تاني واحد وعشرين يوم كده انا زبطت لها الدورة ولا ما زبطت لها طبعا طب يعني ايه يعني انا دلوقتي في رمضان يعني او رايحة عمرة يعني ان شاء الله يعني جميعا يعني ادي الايام كلها من غير بريود او من غير مقاطعة يعني فانعمل ايه فاناخد ان ايه توقف للبريود فترة معينة وفي نفس الوقت ان انا بقلل من ان هو يكتر يعني طيب يعني ايه اللي احنا خدنا ده كان ايه تمام انما اللي جاي ده بقى ايه البروجستين بس يعني انا اللي فوق كان باوند عاني كله مع بعضه لكن البروجستين بس بستخدمه في ايه بستخدمه اثناء وبعد كده هنفهم ده بردو دلوقتي وبعد كده الناس اللي هي قاعد لها ايه الكندرانديجيشن للاستروجين يعني الناس منفعش يقدي لها استروجين اللي هي مسلا عندها كارسينوما والكلام ده في الديابيتك بيشن طب واحدة واحدة بقى الستة كبيرة انا خايف علامة من الكنسر فبدلها بروجسترون بس ما بدلهاش استروجين تمام واللي عندها استروجين عالي ده بدلها بروجسترون طب الديابيتك استخدمت بروجسترون بس ليه اصل الاستروجين الاستروجين قال انه هو بيزود من الانسولين يعني ايه يعني بيخليش الانسولين يشتغل على الخلايا فبالتالي فبالتالي الانسولين يزيد والجلوكوز يزيد يعني هي اصلا ضيبتك ازود لها المبلة طين وازود لها الجلوكوز في الدم لا طب الديورنج لاكتيشن الديورنج لاكتيشن مش مش ثماني بسي مش عايز اديلها الاستروجين عشان الاستروجين بيزود للبرولاكتن بسي بيعملي ايه بيينهيبت اتس اكشن يعني ايه يعني بيخليش شغال تمام طيب مهمة البروجسترين لوحدها كنون كونترا سيبتف ان انا بعالج بيها اي مرض سببه ايه الزيادة الاستروجين كونترا انديكيشن بقى الحبوب من الحمله خالص امتى كونترا سيبتشن امتى مستحيل مستحيل ان انا استخدم الحبوب من الحمل ديت لو هي عندها مشكلة مشكلة عندها مسلا جلطات ليه لان الاستروجين تمام بيزود حاجة اسمها اللو دينستي بروتين تمام اللو دينستي بروتين انت بياخد الليبد ويروح يرسبه على البلات فيسل فبيزود لي ايه فبيزود لي بيزود لي من فرصة استرومبس وكذلك ايه وكذلك ايه عندي هنا تاني انا كنت في الهارت يعني استرابروفاسكروستروك تمام تمام ايه تاني بقى عندي مثلا ستدله هيرمونات عندي استروجين برضو تيومر ارح تدله هيرمونات لا طبعا عندي بريجنانسي ارح ادي لها هيرمونات منع الحامل ان هي تعمل لي اتروفي للاندومتريام وهي اصلا حامل لا طبعا ليفر فانكشن يعني الليفر في مشكلة ارح ادي له حاجة ترح تتقسر في الليفر تزيد لي في الدم ما تتقسرش لا طبعا ايه?, ايه؟ يعني ايه?, عندك؟ اني كنت عارف هك سببه، ايه؟ يكون كانتر. فانا لازم انا اكون اعرفة السبب عشان ايه? ادي للي يعني. اللي بقى بيقال يعني بيقال ان ان ده ايه? او بتعمل لي ايه? بتعمل لي اديمة في ايه? اديمة في البيض ضقت. تمام? لما تعمل لي اديمة في البيض ضقت اه انا مش اه اه لما ادي لها الاستروجين وبروكسترون هتزود لي من ايه? من الاديمة دي فبالتالي هتعملي اكتر تمام? لان لو هي عندها ابوستروجين وبروكسترون العشان برضو خايفة عليها من الكانسر والتيومر والكلام ده كله. واحدة عندها هايبالليبيديميا. روح هستخدم لها اللي بيزود لي اللي 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 هو اللو دينست بروتين. لا طبعا. تمام? دي كلها ايه? طب الريلياتيف اللي ممكن هستخدمها نص ونص والميجرين والهدك والهايبارتينش وضيابيتس مليتس. بصوا بقى. سواني. جمع. قال انه ما ممكن يرفعه الضغط ويعملوا لي صداع. وفي نفس الوقت لو صداع صداع سببه ان في فازو ديلاتيشن في قلب. آآ ديلاتيشن في قلب. ديلاتيشن في قلب البروجسترونو استروجين ده هومد بيزوده الديلاتيشن ده اكتر. زي الميجرين مسلا. فبدل ما يخففوا لي فارقعلي في البيلاتيشن نفسه. تمام؟ دي بختصور. الديابيتس مليتيز زي ما احنا استقعالين. الاستروجين كان يقوم بيزود لي الايه؟ Export resistant. اللي هو مقوومة الاوريسلين اكتر. وبالتالي زود القلوكوز اكتر. آآآ السرج ربقا والفاريكوز مش متأكدة منهم فبلاش الهاب. تمام؟ نحفظت كان هذا. ايه ماذا افكت بتاع الهيرمونات دي يات بقى. اوو سنشوف مين اللي بيعطي نفسه الاستروجين الاستروجين بيعمل لي ايه الاستروجين بيعمل لي نوزيا وفوموتنج فدي من دمن الاستروجين بيعمل لي حاجة اسمها لي كوريا لني انا بزود تمام فدي حاجة برضو مقززة بيعمل لي هيدنج وديبريشن تمام الاستروجين مع بعض بيعملو لي زمان بيلك الست زمان لما كان بتاخد حبوب من الحامل كان بتدخن قوي على عكس دلوقتي بقى ايه الحبوب اتطورت شوية وبقاش عليها الافكت ده بتظهر لي ايه الاكني ليه عشان الاندرجينيك افكت بتاع الاكني ده اه وفي نفس الوقت هيرلوس هيرلوس لهم يعني راح تتحمل في سكة الميل تمام يبقى دي كان ايه دي كانت شكليا الويت جين والاكني والهيرلوس كان قسمتك تمام الميستر اللي يحصل احنا قلنا ايه احصل شوية آآ شوية بليدنج آآ هايبومينيورية ممكن ما تنزلش او ما تنزلش خالص اللي هو ما حصلش ميتابوليك بقى يحصل هايبر جليسيميا ده بسبب ان الاستروجين زود للجلايك وجين وليسيز وفي نفس الوقت زود لي بتاع الانسولين ده ده مين ده ده عفوا البروجسترون هو زود لي تمام تمام اللي بتبقى اللي بتزودت اللي بتزود لي من فرص اللي هو السرومبوس عشان زودتلي من اللي هو الف تسعمية اتنين وسبعين ماشي اه 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 اناستكملة احنا في الكونترا اه او في الكونبليكيشن يا ربي في الكونبليكيشن بتاع ايه بتاع الهيرمون السيربي بيقولي بقى من دمن الكونبليكيشن ان يحصل في بريجنانسي طيب البروجنانسي ديت اه في اول تلات اه شوء الشهر في الفرس ترايمستر اقول لها ايه اسألها بقى واشوف ام دي ابنورماليتي كاردياك ابنورماليتي تراكية رينال آآ آآ تمام تيكون لها ابنورماليتي ممكن هلاقيها آآ من ضمن بتاعي هيرمونات دي يعني واحدة عايزة هتسقط تمام وخدت هيرمونال سيرابي هيرمونال سيرابي ده ما ما سقطتش ولا حاجة مش تسقط بقى ما تحملش لأي حملة بقى تمام يعني يا واحدة مش عايزة تحمل تمام خدت ايه آآ مثلا كومباوند من الاستروجين بروغستروم وليكن اللي هو الاولاني خالص تمام بعد كده اللي حصل ان هي حملة تمام طب لما حملت لما حملت اللي حصل طلعت لي آآ طفل في تشوهق يثير قوي سمنا احنا ايه زي ما احنا شفنا كده في بقى الاستروجين بيقلل الملك برودكشن تمام ازاي ان الاستروجين بيزود الاستروجين بيزود الاستروجين بيزود وبيقلل ا이ه اللي هو مستروجين محمد بيقلل لي ايه؟ بيقلل اللي هو بيزودلي بقى بتاع الملك تمام اآ بعد كده او بقول لك فيه شوية ніه نوتبوك كده اول حاجة ان في واحدة بتاخد هيرمون السيربي تمام هي ماشي على بلز حبوب من الحمل آآ فترة وقفتها تمام بعد ما وقفتها حصل امينورية اكتر من ثلاثة سايكل افتر ستوبنجزا بلز بعد ما وقفتها تلات مرة تلات شهر منزلش عليها ايه آآ بريد خالص تمام فالسبب يكون ايه من الرأيكو اللي هو يكون ايه مسلا عندك يا ايما في الاكسز يا اما اصلا البرولاكتن عالي. طب لما البرولاكتن عالي عن تلgnظة الكلام يحدث لما الاكسز بروس برضو حصل. oferecole اكسز ب برضو ما دلرجة في البرولاكتن ادو لها ايه? برومو كريبتن. علاجها بايه? لو هو في الاكسزة علاجها بالكولوموفين. لو علاجها في في عالي هتدي لها ايه? برومو كريبتن. طب بيقول لك المين المين اه بتاع البروجستين. لو انا مديها علاج صافي للعينة. اه اه الاقي ايه المين او او ايه ديستربانس. يعني ايه? هيحصل يا اما امينورية. لو هي هاي دوز بروجسترون. يا اما هاي بومينورية لو هي لو دوز من استروجين. بتاع اه بروجسترون. تمام? اه امتى يحصل بقى? قال ان هو دي من علامات اصلا من البروجسترون. اخر حل بقى عشان اعمل اه منع حمل اللي هو ايه سواء في الميل او في الفيميل. لو في الراجل بعمل حاجة اسمها بربط بربط بربطهم. تمام? يا اما فازيكتومي ان انا بقطعها خالص. تمام? ودي اللي يزهر عندنا. يا اما بربطهم. يا اما بقطعهم. طب الفيميل نفس الكلام. ان انا بقطعها بقطع ايه? بقطع الفاليبيان تيوب نفسها. فهيستوركتومي يا اما لأ. دي انا بشل يطرس بحالو. طب بس ادهب ايه? يا اما سيرجيكل يا اما ديافرق داياثيرمي. اللي هو ان انا بلحمها مسلا او بكويها. سيرجيكا ان انا بقطع حتة من من التيوبة ديت عشان ما تتحركش. وهناك في الراجل عشان ما يتحركش. تمام? طيب انا ممكن استاذن زي كليبسات كده بنسميها فاليب رينجز. فاليب رينجز ديت رقم مية وثمانية اهو. آآ كليب. كليب ديت ضغطت على على الفاليبيان تيوب. ما خلتش الاسبرم يقعدي لهو ولا الاوفا. طيب آآ كيميكال 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 ده اللي هو انا استغطين ده حاجة زي 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 اللي هو لب الضبط. من تحت حطيتها من تحت اللي هو آآ هستروسكوب. تمام? تمام. سمناها ايه? كينيكراين استراليزيشن. آآ كوينيكراين كوينيكراين استراليزيشن. وبحثت عنا لقيتها شبه الشبه اللولب بزبط. بس محطوطة هنا ليه? مش فهمة. ممكن عشان يكون بتتحط عن طريق اللي هو الايه? ننظر من تحت يعني. طيب آآ بيقول لك الميسوتز دي بقى امتى بستخدمها? ان انا اقطع بقى تيوبة آآ اسيد تيوبة اشيل الرحم امتى? لو هي عمرها اكتر من اربعين سنة. وفي نفس الوقت هي خلاص هي هي عايزة تنهي الموضوع. مش مفيش خلفة تاني. تمام? طيب في بقى كم آآ اني بي كده? بيقول لك الميسوتز للميل الميل. نلخص بقى الميل. اول حاجة آآ فيسيولوجيكال ان انا بخليه يعمل برا الجينيطاليا خالص وبعدين ايه? يحسن ان تركوز عادي. تمام? احنا اصلا خدنا خدنا كم طريقة. اول حاجة فيسيولوجيكال تمام? اول طريقة فيسيولوجيكال. آآ تاني طريقة اللي هي البرير تمام? آآ تالت طريقة اللي هي الايه? الاسبرميسايدل تمام? تمام. آآ رابع طريقة. رابع طريقة ان انا استخدمت الايه? الانتراي تراين كونتراسبتيف آآ ديفيس. تمام? آآ بعدين الخمسة استخدمت ايه? اللي هو آآ اللي هو مستلسلة محمد. الهرمون. الهرمون السيرب. بعد كده السادة بقى اللي هي اللي هو الايه? طيب اول حاجة بابقول لك استخدمت له ايه? الكويتس انتراب تستابيل قندم اللي هو البريير. استخدمت الميل قندم. بعد كده استخدمت الهرمونال كونتراسبتيف بيلز اللي هي بتقليل يعني الراجل ممكن ياخد اه طبعا. بس ايه بقى? هنا اول مرة برضو اول مرة كنتعرف ان الراجل ممكن ياخد بيلز. زي مين? حاجة اسمها الهنبين. بتعمل ايه? بتقليلي من انتاج السبرمس نفسها. تمام? تمام? عملت له ايه? تمام? او حلو اوي. يعني ايه? يعني انا بعمل آآ منع حامل بعد آآ آآ اللي هو الايه? ايه ده? يعني عملت من غير بقى اعمل حساب ان انا ايه? عايزة اه اعمل حسابي مسلا في ايه فاصلت منع حاملية. تمام? ازاي امنع الحامل بقى? اول يعني انا احنا اخدنا مثال من شوية كان مين كان ان انا حصل عايزة امنع خلاص اركب ايه? او بستو خيطة او اعمل ايه? ادي استروجين عالي. لما ادي استروجين عالي قلنا هيعمل ايه? هيقلل للف اس ات والل ات فيمنع التبويض. طيب اللي هو البروجسترون آآ من اللي يعني هيعمل لي ايه? هيعمل لي اتروفي في الجلان اي اتروفي في الاندوميدرام. نفس الكلام. الدنازول ده هي انهبت من الاستروجين اللي هو الطبيعي. ده انا زول هاي هنهبت الاستروجين الطبيعي. تمام? الانتي بروجسترون آآ انتي بروجسترون الطبيعي برضو. بدي للطبيعي برضو. عشان ما يحصلش حامل. دي ما انا بقى مش 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 متأكدة من هل هو انا بشفط ولا بشفط شوية اللي دخلوا بعد الانتر كورس. تمام? بوستو كويتة الفجينة دوشنج ان انا بعمل دوشنج بعد الانتر كورس ان انا بنزل ديتين. تمام? يعني ايه? يعني لو هي متحوشة في بعمل لها دوشنج. لو هي متحوشة في بعمل لها ساكشن. تمام? ده خلصت الكلام. حلو. يعني واحدة لسه متجاوزة واحدة كبيرة في السن. واحدة بترضع آآ واحدة عندها مشاكل. تمام? واحدة واحدة. واحدة لسه متجاوزة. اروح ادي لها هيرمونات آآ وبتاع وحط لها اللوب على طول كده في في اليوترس. قالك لأ ابتدي معها بلايه? بالفيستيوريجيكال. ودي ابسط واحسن وسيلة ان انت تحسب او اليوم واخر يوم والانفرتلتي بريود تبعد عنها خالص. دي احسن طريقة. ممكن اروح للراجل اللي هو الميل احط ايه? القندم. تمام? وبعدين في الاخر بقى افكر في البلز وايه? اللي هي اللي هي الميني بلزي. طيب واحدة بتردى. اروح استخدم لها ايه? اروح استخدم لها بتاع حبوب الرضاعة. اللي هي البوبس. اللي هي الكاد اساسية في البروجسترون. تمام? عشان انا عايزة يتني شغال عادي او مش عايزة ايه? انا ليه باستخدم بروكسترون بس في في الست الحامل? عشان باختصار. لو انا استخدمت الاستروجين معايا الاستروجين هيروحي هيعمل ايه? انهيبشن بتاع البرولاكتن. وانا محتاجة البرولاكتن اثناء الرضاعة. ونفس الكلام استخدمها الايو سي دي. اللي هي اللي هو اللولاب. عشان اتجنب طريق الهرمولات برضو. تمام? قلت ايج. ده انا ما بحبش استخدم معاها هرمولات. عشان ما دخلهاش في الكنسر. راح تحطي لها ايه? لولاب. تمام? لو استخدمتي هيرمونات استخدمي الايه? الديبو بروفيرا. معلش بقى الاسماء رخمة شوية. الديبو بروفيرا. الديبو بروفيرا ده اللي هو كان ايه? حقنا تلتة شهر زيادة قوي ليه مية وخمسين آآ مية وخمسين آآ مايكرو تقريبا ولا ملي من مين? من البروجسترون. يعني بس يعني مخافش عليها من الكنسر من الاستروجين. تمام? تمام. طيب لو واحدة بقى عندها مشكلة اصلا كاردياك ديزيز. اروح اديلها ايه? اديلها ملك. اروح للراجل بقى اقول له استخدمي انت القندم. آآ بروجسترون بس. عشان الاستروجين بيزودلي. آآ ما بيستعدموش في في الكاردياك ديزيز. ليه? اصل الاي سي الاي يو سي دي. انت ريتراين كونترا سيبتيف ديفيز. آآ مش عارفة والله مش عارفة ليه منستخدماش في الكاردياك. تقريبا عشان آآ وفي آآ وفي آآ وفي آآ بتأثر على الكاردياك تقريبا آآ انما البلز بقى ما بيستخدمهاش ليه مع الكاردياك عشان البلز ديت زي ما احنا اتفعنا فيها بروجسترون واستروجين ودورة بيزودول من ال ال دي ال. وبيزودول من فرص الايه? الاستروجيز والكلام ده كل. والآآ وايه الاسترومباس يعني. طيب الومن وازاي بتسمي اللي ما بيستخدمش معاها ال برضو ولا البلز عشان البلز بتعمل لي ايه بتزود لي من بتاعة آآ الانسولين. فبالتالي الضيابة بتاع ده الجلوكوز هيفضل ايه? عالي في الدم. تمام? تمام. ودي كانت آآ نهاية المحاضرة. آآ مش مش هلاجع تاني بعش من الوقت. آآ بس اتمنى تكون نفادتكو. آآ ولو في اي حاجة بعثوا على الفيدباك وعزرا عزرا عزرا لو في اي خطأ في النطق او في حتى في المعلومات. انا زي زيكم يعني. بس وبالطفل يا شباب.